هذا الأمر سبق وفصلناه أكثر من مرة فيه أكثر من محاضرة وأكثر من مورد قلنا بأن الحكمة من وراء تزويج النبي صلى الله عليه وآله بعائشة طبعا هذا كان أمرا من الله تبارك وتعالى لأن النبي لا يتزوج ولا يطلق ولا يفعل أي شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى الحكمة من وراء ذلك هي أنه تصبح عائشة عاملا من عوامل ابتلاء الأمة اختبار الأمة افتتان الأمة ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ميصر قال أمير المؤمنين عليه السلام وقال عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهما كما في بعض مصادر أهل الخلاف أيضا ما مضمونه إن الله زوج عائشة من نبيكم أو إنها لزوجة نبيكم ليعلم أيهما تطيعون إياه أم هي لولا أن الله أمر رسوله بأن يتزوج عائشة لما كان لعائشة أن توقع حرب الجمل وحرب الجمل هي السبب من أهم الأسباب التي امتحن الله بها هذه الأمة لكي يرى من يكون مع الله وخليفته الشرعي في الأرض أمير المؤمنين عليه السلام ومن يكون مع عائشة والشيطان لا بد أن يقع صراع بين الحق والباطل وهذا الصراع يقتضي أن الله عز وجل يتيح لأهل الباطل بعضا من الميزات مثلا أول رمز لأهل الباطل من؟ إبليس لعانه الله الله أعطاه حياة أبدية لماذا الله أعطاه حياة أبدية؟ ما علمي بأنه سيفسد الأرض وسيهلك الناس وسيظل الناس مع ذلك يعطي حياة أبدية ويعطيهم ميزات عجيبة وغريبة نحن لا نراه ويرانا زين إحنا يولد لنا ذكر أو ولد هو يولد له اثنان يعني الضعف لازم يكون الضعف حتى اثنين يشتغلون يغووك مو فقط واحد هو يجري من ابن آدم مجرى الدم إحنا ما نتمكن على هكذا مقاومة يعني بصعوبة ليش الله أعطى هاي الميزات في مصادر أهل الخلاف يطرحون ميزات أيضا عجيبة وغريبة للدجال الذي ينتظرونه أنه يظهر في آخر الزمان يحيي الموت يقوم بأعمال عجيبة وغريبة وكلها عبارة عن أمور خارقة للعادة معاجز لماذا الله يعطيه هذه القدرة بل حتى هم يعتقدون بأن الدجال يعيش حي يرزق شوف المهزلة عندهم لما نقول نحن حجة الله ووليه حي يرزق وعايش صاير لألف ومائتين سنة تقريبا يقول لا يقول يتمسخرون على هذا الكلام أنه شنو وين كذا إلى آخره أما عدو الله يقول بأنه يعيش صاير لأيضا ألف واربعمائة سنة عندهم ولي الله يولد لكن عدو الله مولود عدو الله مولود وحتى إلى اسم ابن صائد حتى إلى اسم وأنه لا يعيش وهذا الدجال موجود وحي يرزق وآخر الزمان يطلع فعدو الله له كرامة أن يعيش إلى الأبد لكن ولي الله ليس له كرامة شنو هاي يعني المنطق السخيف فعلا يتحال الله عز وجل هكذا أعطى أيضا عائشة ميزة أنها زوجها من النبي على نحو ما أعطى ميزة لزوجة نوح وزوجة لوط بأن زوجهما من نبيين كريمين صلوات الله عليهما ليش الله زوجهما طيب اكتشف هذا النبي اللي هو مثلا نبي لوط عليه السلام اكتشف أن زوجته كانت امرأة فاسدة خبيثة وكانت تصعد سطح الدار وتصفر وتصفق وتقول للناس أيها الناس هلوموا إلى الفاحشة هلوموا إلى اللواط والعياذ بالله ما طلقها لماذا لماذا أبقاها في عسمته ابتلاء الله ابتلى قوم نوح بزوجة نوح ابتلى قوم لوط بزوجة لوط ابتلى قوم محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله محمد بزوجة النبي صلى الله عليه وآله عائشة ومو أول امرأة ولا آخر امرأة لمجرد زواجها من نبيين أو وصي تفسد يعني يمكن أن تفسد امرأة وين كانت زوجة لنبيين أو وصي أولي من أولياء الله الصالحين هذا الشيء عادي